من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن الاستغفار عبادة الاستغفار لها علاقة بالسحر والله تعالى يقول وبالأسحار هم يستغفرون عن أهل الجنة في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ويقول الله تعالى عن عباده المؤمنين أيضا والمستغفرين بالأسحار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس استغفارا قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة رواه البخاري وعن الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة الاستغفار طلب المغفرة من الله وهي ستر الذنوب ومحوها والمؤمن يرى أن أعداءه التي تثبته عن الطاعة وتفسد عليه مشواره في العمل الصالح هي الذنوب وهي بضاعة الشيطان التي يعرقل بها مسيرة العبد لكن الله تعالى يسر لعباده المؤمنين الاستغفار ونسمع هذه المحاورة بين الشيطان وبين رب العالمين يقول الشيطان لرب العالمين لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله له وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفرون الاستغفار هذه العبادة العظيمة السهلة الميسرة هي أعظم ما يضر إبليس ويفسد مكائده ولذلك قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار ما أعظم أن ينتبه الإنسان لهذه العبادة العظيمة ويكثر منها حتى يقطع الطريق على الشيطان الذي يفسد قلبه بران الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمؤمن الذي يستغفر يظل قلبه نظيفا من أدران المعاص سليما من مكائد الشيطان والاستغفار كما قال الله تعالى أمان من العذاب وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والاستغفار سبب تحقيق المطالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب وهذا الحديث تسانده الآية الكريمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقد سئل ابن الجوزي رحمه الله أيهما أفضل الاستغفار أو الذكر فقال رحمه الله الثوب الجديد أفضل له البخور يعني الذكر لكان القلب نظيف في الذكر ملائم للقلب لكن الثوب الخلق أفضل له الغسل اللي هو الاستغفار الاستغفار يفضل إذا كان القلب به ذنوب وإذا أكثر الإنسان من الاستغفار فغسل ذنوبه يأتي الذكر مثل الطيب للثوب النظيف الاستغفار عبادة سهلة ميسرة شرعها الله تعالى بعد الصلوات الخمس وفي غيرها جبرا لما قد يحصل بها من النقص والاستغفار مراتب منه الاستغفار المجرد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ومنه الاستغفار مع التوسل بالأسماء الحسنى أستغفر الله الغفور الرحيم وأتوب إليه أستغفر الله غافر الذنب وقابل التوب وأتوب إليه أستغفر الله واسع المغفرة أستغفر الله أهل التقوى وأهل المغفرة هذا الاستغفار مع التوسل والدعاء بالأسماء الحسنة ثالثاً الاستغفار مع التوسل بالأسماء الحسنة والتوحيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحن هذا يجمع توسل بالأسماء الحسنة ويجمع التوحيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولو قال أستغفر الله الغفور الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كان ذلك أيضاً من هذا النوع الرابع الاستغفار بسيد الاستغفار وهو من أفضل طرق الاستغفار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد ما يقارب من سبعين إلى مئة مرة من الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وكلما قوي إيمان العبد وزادت مراقبته لنفسه واستشعاره بتقصيره كلما رأى حاجته لهذه العبادة العظيمة عبادة الاستغفار وفقنا الله وإياكم لكل خير وأعاننا على كل عمل صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته